موسيقى السوشيال ميديا يظهر فيها دور الفرد كفاعل في سياغة وتشكيل وانتشار هذا النوع من الاعلام وقدارت الشبكات الاجتماعية كأحد روافض ذلك الاعلام مع الحرية التي توتيحها في اختيار الموضوع وتحرير النص والحجم وسهولة البث وقلة التكلفة مع امكانية تجاهل المصدر والقدر على التحول من الاحتياج الشخصي الى توجيه الرأي العام موسيقى السوشيال ميديا بتأثر على الرأي العام بشكل كبير يعني هي بتساعد دعمتها ان ممكن مفاهيم كتير يعني في المجتمع تتغير تأثير السوشيال ميديا تأثير كبير قوي يعني بيفرق من شرق الغرب يعني يعمل تغيير كبير موسيقى لقد اصبح للسوشيال ميديا دور في التعبير عن الاتجاهات والافكار جافة داخل المجتمع في ظل حوار تكون ركزته الندية بين الفرج والنخبة والجماهير ولم تعد النخبة تمارس دورها المعتاد في صياغة الرأي العام وتشكيلي وتعبئته بعد التطور في عملية تضفق المعلومات وانتاجها واصبح للفرد دور في انتاج المعلومات وصياغة الرسالة الاعلامية موسيقى اكتر حاجة لما بنحب ان احنا نجمع الناس كلها علشان نعمل ايبنت زي ايبنت ده ما اسهل طريقة هي السوشيال ميديا بنجمع الناس كلها اللي بتعرف تعمل حاجة معينة زي الرسم زي زي الجرافيت زي اي حاجة فبنقدر نوصل لبعض بسهولة جدا لو في اي حاجة حصلت اي مشكلة اي مثلا اي موقف دايما بنلاقيه بعدها على السوشيال ميديا بنلاقي ناس بتقول اراءها فطبعا هو اني بقى تقريبا شوية وهيبقى تقريبا الرأي العام كله تقريبا بيبقى بيتمثل في السوشيال ميديا موسيقى يعتبر الاعلام الاجتماعي او السوشيال ميديا من احدث التطورات التي طرأت على الانترنت ويشير مصطلح وسائل الاعلام الاجتماعية الى استخدام تكنولوجيات الانترنت والمحمول لتحويل الاتصالات الى حوار تفاعلي عبر مجموعة من تطبيقات الانترنت والتي تبنى على اسس ايدولوجية والتي تسمح بانشاء وتبادل المحتوى الذي يتم انشاؤه بواسطة الافراد مما يشكل رأيا عاما والتجاهات مع او ضد وسائل الاعلام الاخرى موسيقى 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 المصرية الأساسي بالنسبة للجميع أصبح يتدخل في كل شؤون الأفراد مختلف الأعمار الصغيرين والكبار لأهمية كبيرة جدا في حياتنا في الفترة الحالية هل احنا بنستخدم السوشال ميديا بطريقة صحيحة هل من المفترض أن يكون فيه نوع من الضوابط ونوع من الإجراءات اللي يجد اتخاذها بالنسبة للسوشال ميديا في الفترة الحالية عشان ناخد إيجابيتها ونبتعد بقدر الإمكان عن سلبيتها اللي أصبحت للأسف شديد بتنتشر يوم بعد يوم خلونا نعرف أكتر عن هذا المجال وستحلنا أن احنا راحب بضفتنا قلم شرفانا نهارده براحب الأستاذة سمر الشرنوبي خبيرة السوشال ميديا أهلا بيك من وران صباح الخير وأستاذة سمر زي ما نجلاء قالت يعني بقت خلص السوشال ميديا فردة نفسها في حياتنا اليومية بس شيئنا مقابينا مع دخولنا للسوشال ميديا كمان حياتنا بقت مباحة للكل وبقت يعني موجودة يشارن كل حجم على عالم كله إزاي أقدر أحمي نفسي وفي نفس الوقت أخذ أمثل استغلال من السوشال ميديا أستغل النقاط الإيجابية بتاعتها وحافظ برضو على القصوصية بتاعتها هو في البداية أصلا السوشال ميديا اتعاملت عشان التواصل ما بين الأصدقاء وما بين القرايب لأن هي أول بدأت بدأت في أمريكا عشان تربط ما بين طلبة الجامعة وطلبة الصناوية وبعد كده بقت بين الولايات عشان تربط الأسرة ببعضها لأن هناك فيه طبعا مسافات بعيدة ما بينهم وبين بعض بدأ أن يبقى ليها استخدام صح في البداية أن إحنا بنتواصل مع صحابنا مع قرايبنا مع عجراننا مع زميل الدراسة في ابتدائي وعدادي وسنوي وجامعة لما الحياة أخدتنا أكتر بقى دلوقتي بقى الاستخدام أن إحنا نعزم على الأفراح نواسي في العزة فطبعا السوشيال ميديا بقت محور أساسي في المجتمع هي الأساس اللي بيحرك في كذا اتجاه الاتجاه الأولاني التواصل الاتجاه التالي المواساة الاتجاه التالت اللي هو السلبي اللي هي عملت في التفرقة ما بين الناس وبعضها يعني بقى مجال التطفل إن أنا أعرف خصيات كل بيت خصيات كل أسرة خصيات دي النجمة دي الراجل ده استدت دي أي حاجة فطبعا فيه سوق استخدام لها طبعا برضو خليم فرق فيه بعض الناس تحب إن هي تنشر كل حاجة عنها وصورها أخبارها كده فدول ما حدش يلوم إلا نفسه إنت اللي بتعمل كده في نفسك لكن فيه بعض المتطفلين بيدخلوا هاكينج للسيستم وبيدخلوا هاكينج على البروغرمز المختلفة ويتطفلوا على حياتك الشخصية وزي أنا أحمي نفسي من الناس دي كل فترة لو هو أكتر حاجة في السوشيال ميديا مستخدمة هنا في مصر الفيسبوك الفيسبوك وإنستجرام بقى مشهور جدا الإنستجرام استفت بتاعه أعلى في الصور لكن الفيسبوك هو التواصل أكتر عن الإنستجرام ومعظم الناس بتربط ما بين الإنستجرام والفيسبوك الفيسبوك لو قدرت يتأمني نفسك فيها تأمني نفسك في الإنستجرام أعز لي بعمليه؟ الأبديت اللي بيحصل كل ثلاث شهور أو كل ستة شهور من الفيسبوك بيرفع مدى الصلاحيات اللي تقدر يتأمني بها نفسك تأمني بها حسابك محدش يتطفل عليكي محدش أنت ممكن يعني أنت ممكن تمنعي أن أي حد يحط كومنت ممكن تمنعي أن أي حد يبعط لتمرأس لك أو يدخل على صفحة أو يدخل على صفحة طيب عايز أعرف هل إحنا مثلا عندنا بيانات أو داتا تقول إحنا استخداماتنا للفيسبوك أو الإنستجرام زي ما قلنا أو للسوشيال ميديا بشكل عام إحنا فين من دول العالم المتقدمة اللي من المفترض أن هي صناعة أمريكية؟ هل هم هناك بيستخدموها بنفس الشكل وبنفس الكيفية اللي بيتم استخدامها هنا؟ ولا إحنا برضو محتاجين أن إحنا نعيد ثقافة الاستخدام بالنسبة للسوشيال ميديا علشان نقدر أن إحنا نحقق الإيجابيات ونبتعد عن السلبيات؟ محتاجين إحنا طبعا نعيد الثقافة بتاعت استخدامها هل في نسبة أقدر أقول فيه اختلاف فيها ترتبنا في استخدام السوشيال ميديا؟ هل ده موجود قاعدة بيانات أقدر أحدد من خلالها؟ إحنا من أكبر عشر دول في الوطن العربي بتستخدم السوشيال ميديا وتحديدا فيسبوك على مستوى العالم من أكبر ست دول يعني فرق طفيف ما بين الاثنين يعني متقدمين هو جدا في استخدام السوشيال ميديا في حاجات لقينا متقدمين فيها جدا وتحديدا فيسبوك فعلا فيسبوك هو أعلى نسبة استخدام في مصر طيب خلينا ناخد الجانب الإيجابي بما إن إحنا عندنا ناس كتير بتستخدم الفيسبوك ونسب عالية قوي كده يعني نعتبر من الدول المتقدمة والمتصدرة استخدام الفيسبوك في العالم استخدمنا الإيجابي للفيسبوك يكون إزاي؟ استخدمنا الإيجابي إن أنا بقدر أحدد إيه المستهدف بتاعي على الفيسبوك إن أزود الخصية بتاعتي وعلي التفاعلات عندي أو لو أنا كيوزر ده كيوزر لكن لو أنا بتعامل مع الفيسبوك كبيزنس هو دلوقتي في ناس شغالة علي عملة بيزنس على الفيسبوك وعلى تويتر البزنس ده إن أنا إزاي إن أنا أطلع بوست كويس يحصل تفاعل إيجابي معين لأن الفترة من الفترات الفيسبوك كان ليه تأثير في إقامة بعض المشاكل والثورات وفعلا الثورة 2012 حصلت عن طريق الفيسبوك بس ما كانش موجود ساعتها بالشكل ده ده كان موجود كان موجود ولكن على نطاق معين بدأ بعد كده ينتشر تماما جيد دعاية سلبية بالزبط كده جيد دعاية سلبية الناس بدأت آه في فيسبوك في انتشار لي في تفاعلات علي لأ خلينا نتجي الاتجاه ده بدأ في البداية إن أنا بجمع أصحابه بعد كده أنا بقضي وقت فراغي بعد كده بقى فيه تفكك أسر نتيجة الفيسبوك والكلام ده كله بعد كده ممكن أغير وأثر في الرأي العام للفيسبوك بالزرط أنشر إشاعات عن طريق الفيسبوك أتدخل فخص السياطة الغيرة دي حقيقة طيب ده الاستخدام السيء لكن الاستخدام الجيد يعني أنا بشوف إن الناس استفادت قوي من الفيسبوك إن هما بيعملوا منتجات مثلا يدوية ويروجوا ليها على الفيسبوك فكرة المنتج المصري المنتج المصري إحنا هنا اتكلمنا أول برامج اللي اتكلمت على الترويج لفكرة المنتج المصري في جروبس بتدعم المنتج المصري على الفيسبوك وكل ده بيفيدنا المنتج المصري؟ طيب خلي أنا أكمل باتلك لو أنا عندي بزنس صغير وعايزة أعمله دعاية عن طريق الفيسبوك ده مكلف بالنسبالي ولا سهل؟ لا مش مكلف أرخص من التلفزيون وأرخص من الأود دور ليه؟ لأن الفيسبوك بيوجهك للشريحة اللي انتي مستهدفها دايما هتلاقي لما بتفتحي الأكاونت بتاعك بتلاقي بيجيلك الحاجات اللي انتي انترست لليها بالزبط ده على أي شخص مش على حضرتك بس لكن في جنرال الفيسبوك طبعا أرخص حاجة في الدعاية والإعلام ومؤثر جدا وبعدين لكل الطوائف يعني أنت لما بتفتحي صفحتك قدام الكل فأنتي عرضة إن أي حد يكون مهتم بالمنتج بتاعك أو بالشيء اللي بتعمليله نوع من الدعاية أو التسويق إن هو يشوفه طيب هنا عايز أعرف كمان التطورات في استخدامات الفيسبوك يعني قبل كده كان مجرد بوست بنعمله شير أو صورة بنعمل لها شير على الفيسبوك النهاردة بقى في لايف دلوقتي بقى ده ممتشر جدا دلوقتي كمان يعني كل شوية في حاجة جديدة بالنسبة للفيسبوك تحديدا أو السوشال ميديا بشكل عام ده تأثيره إيه بقى على المجتمع وعلى الشباب الصغير بشكل خاص؟ الشباب الصغير بيستخدموا غلط في إن هو بيقعد ينقل حدث هو مش عارف أوله من أخوه حدثة حاجة كويسة فرح في ناس دلوقتي بتعمل لايف على الفيسبوك من الأفراح طبعا دي خصوصيات أنا معتقدش إنه ينفع إن أي حد يدخل فيها المشكلة بان حد من المعازين هو اللي يعمل كده اه طبعا يعني مثلا انت بقى انت عزمة ناس عندك وخلاص ده يعني يزوب تلاقي كله ماسك الموبايل وعمال بيسوت ودلوقتي بقى لايف ممكن في ساعتها مفيش بقى بالزبط كده في ساعتها على الأول زي ما احنا على الأول لكن في الحاجات الإجابية بتاعتها إنه ممكن بين بين الحدث بيحتاج إن في حركة وقت يعني دلوقتي بينقل مسلا كان في حادث حصل على الطريق الصحراوي في الوقت اللي كان الطريق الصحراوي مقفول فيه السوشيال ميديا كان لها تأثير إنه اتلاحق إنه الناس ينجوا ينجوا من الحادث ده فيه مسلا ممكن إنه كان من فترة كان فيه أعمال بونا مخالف وهدموا حاجات زي كده بدأت إن السوشيال ميديا بيكون لها تأثير حتى في الأحياء ودينه الحياة أنا بشوفها كتير قوي مثلا إنهم يعرضوا صور للأطفال المفخودين أو لو حد لقى طفلة أو طفلة فيه جوانب إيجابية محدش يقدر ينكر إن ده لكن أنا عايزة أربي الطفل الصغير النهاردة اللي تعود إنه هو أول ما يصحى منهم ياخد الموبايل بتاع مامته أو بتاع بابا ويمسك الموبايل ويبدأ إن هو يستخدمه عايزة أعوده من وهو صغير خد الحاجة الحلوة خد الإيجابيات وبعد عن السلبيات لازم يتعلم يحترم خصيته وخصية الآخر أنا اللي هي خصياتي وفي حد غيري لي خصياته لازم أحترم الآخر هي دي الثقافة اللي إحنا محتاجين إحنا نتعامل عليها على السوشيال ميديا عشان نوصل للتطور الصح في السوشيال ميديا ويكون لها التأثير الإيجابي الصح لأن السوشيال ميديا زي ما بتوصلنا للناس زي ما بتوصلنا للمجتمعات الخارجية زي ما بيكون فيها رد فعل قوي جداً وطبعاً دي مسئولية الأم والأب والأسرة أن هما يحافظوا على أولادهم علشان خاطر ما يندرجوش في حاجة خطر عليهم يعني بنسمع أنه كمان الجماعات الإرهابية بتستدرج الولاد السويرين والشباب من خلال سوشيال ميديا ناس تانية بتتحرش بالأطفال من خلال السوشيال ميديا ناس يعني لازم يبقى الأهل كمان عندهم وعي بالمخاطر الممكن تواجه ولادهم فيعني يعني مش فكرة الانفتاح وابني بيعرف يستخدم النات وأنا مبتعاً في ميط طريقة في ميط طريقة تقدري تحمي ابنك والأكاونت بتاع ابنك زي بقى أعمل ايه؟ بتربوتي مع الموبايل بتاعك مع ركب الموبايل بتاعك بالموبايل انا بحيث ان انا أقدر أتابع تقدري تتابعي وتقدري تشوفي الرسائل وتقدري تردي عالرسائل اللي هو مش أمان بس كده ما فيش خصصية لا أنا 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 خصصية غاية سن معين ما الخصصية لغاية سن معين أنا بتكلم كأم لكن ما ينفعش طبعاً إن ما دي ممكن بقى تتعمن بعد كده مع المشكلة اللي دي ممكن صعب طيب بالنسبة لي هل في مثلاً مواقع يعني تبقى مواقع سيرش للأطفال أو لفئة عمرية معينة بحيث ان أنا كمان أضمل إنه ابني لما يدخل على السيرش ده هوت الانجن بتاع السيرش مش هيطلع له حاجات مثلاً خارجة في الإدتنج في التعديلات بتاعة جوجل بتحددي إن انت عندك فئة عمرية أقل من 18 سنة فهنا ده يحمي الولاد ويحمي هما بيدوروا على الإدتنج طبعاً لأن خل يعني عايزة برضو زي ما ليها سلبياتة زي ما ليها إجابياتة إن في هما بيحددوا الفئات العمرية عشان كده بتلاقي التحرش اللي بيحصل بالأطفال بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إنه حاطة سن معين أصغر أكبر من سنه بكتير عشان خاطر يتوافق إن هو يتعمل له أكاونت على الفيسبوك لازم يبقى عنه 16 سنة إحنا بنزايف في الحقيقة مش عايزة أقول إن نحنا بمعينة لا وفي ناس مبتكتبش أصلاً ومرأة إيه يعني في الاتا بتاعتها أو في البيانات بتاعتها مبتكتبش السنة أصلاً بس أول ما تعمل الأكاونت لازم يكون في الأيج عشان يعملوا الأكاونت يكتبوا السنوات غلط أيوة بيغيروا في السنوات دي عشان كده اللي بيحصل إن بيحصل التحرش لأن ما ينفعش قبل تحت سنة 16 سنة ما ينفعش تعملي فيسبوك سرح يال عشر سنين وتمان سنين وتسع سنين عندهم أكاونت على الفيسبوك بالزبط ده نتيجة التغيير في العمر هو بيحسب أنا أقدر أعمل على سنة قدي وبيحسب على الكالكوليتر خلاص هو عمل طلع السنة وطلع الشهر وطلع اليوم كل حاجة بقينا نشوف على الفيسبوك دلوقتي كمان تحليل الشخصية الحاجات دي أماني الحاجات دي يعني ايه تأثيرها وايه كم المعلومات اللي بيتم تجمعها من خلالها وبيتم استخدامها فيه يعني بقت في كل حاجة معرفش إيه أقرب الأصدقاء ليك إنت ميولك إيه إنت أكتر الحاجة يعني الأسئلة اللي احنا كلنا بنشوفها على الفيسبوك الأسئلة أو اسمها كويز اللي هي بتبقى الفيسبوك دي بتبقى معمولة بتجمع إنتي بتعودي تتكلمي مع مين أكتر حد مين أكتر حد بيعمل الكومنتار مين أكتر حد بيعمل لايك مين أكتر حد فولوليكي على البيج بتاعتك أو على الأكاونت بتاعي هو ده اللي بيتلع في كويز هو بيعمل تحليل للتفاعلات بتاعت كلها عمليات علمية حسابية يعني كلها تجميع اه احسن اه تجميعات هو بيحدد للأكاونت بتاعك مين المتفاعل معاك أكتر تحليل شخصيتكم طبعا وده مش أمان تحليل شخصيتك لا طبعا مش أمان لأنه هو بيحدد أنا ممكن أكون سيت مبسوطة جدا مرتاحة في حياتي بس شفت بوست حزين شوية وفي حب وفي كده احنا بيميل الشجن شوية لأن احنا بطبيعتنا شعب بيحب المشاعر والعاطفة زيادة عن لزوم بشاير ده هو بيبدأ يشتغل على ده هو بيجمع من الداتا بتاعت السيرش بتاعتك يعرف انت بتفكر ازاي فبيحدد شخصية عاطفية شخصية عقلانية متدينة غير متدينة ملتزمة غير ملتزمة كل ده بيتحديد ممتسطور لتجميع المعلومات عن المواطنين للأجهزة بقى اللي ممكن تكون بتستغل الحاجات أكيد وأكيد فيه أجهزة كتير بتستغل ده وإلا ما كانتش ان تلاقي فيه كتير من الأجهزة لده لذكرها هي بتحرك فتن عن طريق السوشيال ميديا فيه متخصصين عندهم للسوشيال ميديا مستوى المحلي وعلى المستوى الدولي خلينا نقول ان ده كمان بيتم الاعتمام به لكافة المستويات سواء داخليا أو خارجيا بيتم رصدها بيتم تحليلها بيتم تحليل الشخصية كمان بناء عليها طبعا ويشوف ازا كان الشخصية دي ممكن ان هي تتعاون معايا ما تتعاونش معايا ولو تعاونت معاها تفيده في ايه؟ إيجابي سلبي كل الحاجات دي بتفرق يعني في النهاية عايزين نقول ان سوشيال ميديا ازا كانت اصبحت ضرورة من الضرورات اللي بنعيش بيها ومتواجدة معانا دايما لكن في نفس الوقت لابد ان احنا يكون عندنا الحذر الكافي من استخدامها كل انسان لي خصوصيته ونحاولش ان احنا نقحل نفسنا كمان في حياة الاخرين ونسبب لهم اي ضرر سواء كان ضرر معنوي او ضرر نفسي ده كله بيكون لي تأثيره الغير مباشر سوشيال ميديا للاسف مش هنقدر ان احنا نقول غير انها اصبحت كائن متواجد في حياة كل واحد فينا هي لغة العصر هي الاسرة الجديدة طبعا هي شكل من التفاعل في المجتمع ولكن طبعا تبقى العلاقات الاسرية الطبيعية لحم بني ادنين امه وقبه واطفال ولاد خاله ولاد عم ويبقوا اعدين كل واحد مسك اعدين كل واحد مسك على فكرة حتا في المناسبات انا بالفرح انا تعازم لايب بقى يعني حلو او وحج بس لازم نحد من الاستخدام المستيق للسوشيال ميديا عشان نحافظ على تماسك الأسرة المصرية السوشيال ميديا جميلة جداً بس لو استردمناها صحة صحة وكلها معرفة وكلها تنشيط للذاكرة وللعقل وكل حاجة كل حاجة حلوة فيها بس احنا نستخدمها صحة كل حاجة في الدنيا استخدمناها صحة وإذا استخدمناها بعقل نية أكيد هناخد إيجابياتها أنا بنشكرك شكراً جزيلاً ستيني ستيني نشكرك شكراً جزيلاً وشهيدين لتابعونا النهاردة وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد ومصر جميل إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة